أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم عن شخصية أو عن علم كبير من أعلام النقد الأدبي والأدبي بوجه العام ذلك هو الشيخ محمد علي اليعقوبي الأديب النجفي الذي اقترن اسمه بالنقد الأدبي بالشعر بالعلم وحتى عد من كبار أدباء العراق في عهده في أواخر العهد العثماني وأواء العهد الدولة الوطنية وشارك إلى جانب ذلك بنفسه في المعارك التي خاضها العراقيون ضد الاحتلال البريطاني في أثناء الحرب العالمية الأولى وشارك أيضا في ثورة العشرين يعني هذا الرجل اخترناه عن قصد لأنه جمع بين القلم وبين السلاح جمع بين شدة البأس الذي يحتاجه المحارب في ما يخذه من معارك ورهافة الحس ورقة الشعور الذي تبدى واضحا في شعره وفي أعماله الأدبية وفي نقده للشعراء السابقين يعني جرع بين صفتين تبدوان مختلفتين أو متناقضتين لكنهما اجتمعتا هاتان الصفتان في شخصه على نحو فريد لذا اخترناه وليس لأنه أديم وكفى أو لأنه شارك في هذه المعركة أو تلك ولكن جمعه هذا بين هاتين الشخصيتين في شخصية واحدة كان أمرا لفت نظرنا وهو ملفت للنظر فعلا محمد علي عقوبي ابن النجف ابن البيئة المثقفة التي كانت تعيشها النجف أو تتمثل فيها وحقيقة هو ابن عالم وأديب معروف الشيخ يعقوب كان أيضا عالما وكان أديبا فلقي من حسن التوجيه والتربية الأخلاقية والأدبية شيئا كثيرا على يد أبيه وعلى يد أعلام أسرته وهذا من حسن تقدير الباري أن أولئك النابهين كانوا يعني يلقون رعاية خاصة من أسر كانت يعني تكتشف مواهبهم منذ وقت مبكر وترعى تلك المواهب وكان الشيخ محمد علي يعني يلقى من رعاية أبيه الشيء الكثير حتى أن أبوه هذا كان يعني يتكفل يبدو أنه بشكل رئيس يعني هو المتكفل الوحيد بتوجيهه يعني كان يشرف بنفسه على توجيه ابنه لا يتركه إلى غيره من أهل العلم والأدب وإنما المراحل الأولى من حياته كان هو الذي يقوم بذلك كله وبالتالي كان يختار له الدواوين التي يحفظها يعني يختار له وكان يلزمه بأن يحفظ في كل يوم قصيدة كاملة ويناقشه فيها مما أنما في نفس الشيخ محمد علي وهو شاب ما زال غض الإهاب كما يقال ملكة النقد الأدبي ملكة يعني التأمل في أسرار البلاغة في هذه القصيدة أو تلك وقد أعانه هذا على مزيد من التذوق ومزيد من الاطلاع والحفظ وفضلا عن هذا أنه كان يوجهه إلى العلوم اللغوية وغير ذلك فتميزت لغته بالمتانة وبالجزالة وبالأدب الرفيع الذي تأثر به من خلال ذلك التوجيه يعني شاءت الأقدار أن ينتقل الشيخ محمد علي اليعقوبي إلى مدينة الحلة وفي الحلة وجد حياة ثقافية مزدهرة كانت الحلة وكما هو شأنها في معظم العصور موئلا للعلماء والأدباء كانت مدينة الأدبي إذا جاز التعبير وكان هذا ينسجم مع طموحات الشيخ محمد علي وينسجم مع رغباته فأصبح يختلف إلى مجالس الأدباء الحليين يسمع من هذا ومن ذاك ويناقش هذا وذاك فساعد ذلك كله على إنماء مواهبه الأدبية وتعلم الكثير كانت الحلة مدرسة في ذلك العهد تعلم من الأجواء الأدبية في هذه المدينة الكثير وأيضا يعني وجد في أحد أدبائها الكبار وعلا مائها الأفذال والشيخ أو السيد محمد القزويني راع جديد له وحقيقة لمحمد القزويني الدور الأهم في مواصلة توجيه هذا الأديب الأعقبي وشغل أيضا بجمع الكتب ونسخها كان ينسخ بسرعة كل ما كان يراه مهما من كتب الأدب والعلم في ذلك العصر لم تكن ثمة طباعة يعني تشبع ما كان تصب إليه نفوس أهل الأدب فكانوا يضطرون غالبا إلى نسخ الدواوين بأيديهم وفعل هذا شيخنا العقوبي وحينما تؤفي أبوه أصبح السيد محمد القزويني موجهه الأول وطار صيته في هذه المرحلة من حياته وكان يلتقي بالثلة من النخبة من الأدباء النجفيين الذين كانوا يقصدون الحلة وحقيقة أسماؤهم لامعة منهم الشيخ جواد الشبيبي منهم الشيخ العلامة علي كاش في الغطاء منهم السيد حسين القزويني من العلماء الحلة منهم الشيخ المجاهد محمد سعيد الحبوبي الذي خاض معركة الشعيبة ضد الاحتلال البريطاني يعني زادت علاقات اليعقوبي بتلك النخبة البارزة الخيرة من أهل العلمي ومن أولي المواقف الشجاعة الذين التقوا بهم في مدينة الحلة وحينما تعرضت الحلة إلى ما يعرف في تاريخها بدقة عاكف بيك وهي انتفاضة الأهالي ضد أحد الولاة العثمانين اضطر إلى مغادرة مدينة الحلة إلى منطقة قريبة من طويريج وهناك في هذه البيئة الريفية البعيدة نسبيا في ذلك الوقت عن مدينة الحلة بأدبها وثقافتها وجد فرصة لمزيد من العلم والأدب ومعاناة الأدب ذلك أن بعض الأدباء الحليين هاجروا معه إلى تلك المنطقة وكان منهم السيد أبو المحاسن وهو علامة كبير وأديب كبير فتتلمذ على يديه وتأثر به كان الرجل أينما يطل إلى الذهاب يجد فرصة ليزيد من لقاءاته بأولئك النفر من العلماء ومن الأدباء وحقيقة حينما عاد إلى النجف بعد انتهاء هذه الغمة يعني لم يبقى فيها قليلا إلا ونجده يذهب إلى منطقة الكوفة إلى الكوفة وكانت الكوفة في ذلك الوقت يعني قرية تنمو بسرعة في ذلك العهد ومن هناك التحق بقائمة المجاهدين العراقيين الذين خاضوا المعارك ضد الاحتلال البريطاني بقيادة العالم المجاهد السيدة محمد سعيد الحبوي وأبل البلاء الحسن في تلك المعارك غير المتكافئة بين البريطانيين والعراقيين وما أن انتهت يعني معركة الشعيب وغيرها وعاد إلا وانضم مرة أخرى إلى ثوار ثورة العشرين وكانت أشعاره تمثل سلاحا من أسلحة المعركة كان شاعرا كبيرا ومفوها وبالتالي كان لقصائده الدور البارز في إثارة مشاعر العشائر ومشاعر المثقفين المدن أيضا على حد سواء كانت قصائده تمثل مناشير السياسية تدعو إلى مقاومة المحتلين ونجح في إثارة وإلهاب الشعور الوطني العام وحقيقة لا يمكن للباحث في تاريخ الشعر السياسي العراقي إلا أن يقف عند أشعار الشيخ محمد علي العقوبي حتى كان بعض العلماء يطلبون منه أن ينشد الشعر في هذه المعركة أو ينشد الشعر في هذه المناسبة لعلمهم بأن لشعره هذا التأثير القوي في قلوب سامعيه كان إذن شعره سلاحا من أسلحة ثورة العشرين بعد هذا نجده يتجه إلى الصحافة أصبح يكتب في مختلف الصحف إن كانت في العراق أو في بعض البلاد العربية ويرسل شعره لينشر هناك أثار ثورة حقيقية في النفوس من خلال أدبه لم يكن أديبا تقليديا يعني أمثال غيره كان هناك أدباء ولكنهم كانوا محلودي الأهداف لكن هذا الرجل كان واسع للأفق أدرك أن الأدب يمكن أن يكون سلاحا وقد فعل والعجيب أنه لم يقتصر على شؤون بلده يعني شؤون ثورة العشرين والحركة الوطنية في العراق ولكن لفتت نظره قضايا قومية عامة كتب واهتم جدا بالجهاد الفلسطينيين في فلسطين يعني حينما أخذت هذه البلاد أن تتعرض إلى مؤامرة دولية من أجل مسخ هويتها العربية الإسلامية وجدناه ينظم القصائد ويثير الشعور الوطني ويكتب في الصحف العربية من أجل قضية فلسطين حتى أنه جمع بعض شعره وكتاباته في هذه القضية بكتاب يعني الرجل لم يكن عابر سبيل يكتب قصيدة في هذا الموضوع وإنما أكد على هذه القضية واستوعبت هذه القضية جانبا كبيرا من جهاده وليس هذا فحسب وإنما اهتم بقضايا المغرب العربي كانت الجزائر كما تعلمون تحت الاحتلال الفرنسي وكان مهتما بقضايا جهاد الناس هناك والقضية الوطنية في تلك البلاد في الجزائر في تونس في المغرب العربي فكتب الكثير والكثير من المقالات القوية حقيقة في مجال التوعية بخطورة ما كانت تتعرض إليه هذه البلاد من مؤامرات أجنبية ونظم القصائد الكثيرة في حث الجزائريين وتونسيين وأبناء تلك الربوع لمواصلة العمل من أجل قضيتهم حتى أنه أيضا جمع ما كتبه في القضية المغرب العربي فكانت كتابا يعني الشيخ محمد علي العقوبي كانت شخصا حقيقة يعني شخصية متميزة تماما في سعة أفقها وفي إدراكها المخاطر التي كانت تتعرض لها أمته فضلا عن وطنه العراق كان سباقا في إثارة وفي إلهاب الشعور الوطني وأيضا لم يكن بعيدا عن النشاط الثقافي أو عن تأسيس الجمعيات والروابط التي تلم شأن المثقفين في بلاده فأنشأ مع عدد من المثقفين العراقيين ما كان يعرف بالرابط الأدبية وقد أسست في النجف وحقيقة الرابط الأدبية قضية مهمة يعني هي من أبرز تنظيمات الثقافية في العراق في ذلك العهد في النصف الأول من القرن العشرين كانت الرابط الأدبية تمثل مجمعا ثقافيا فريدا عنية بالأدب وبالشعر وعنية أيضا بالقضية الوطنية وأصبحت لها مطبوعاتها ومدرستها وتحولت إلى مؤسسة حقيقية لا يمكن لدارس الحركة الثقافية في العراق وبالنجف على وجه الأخص إلا أن يقف طويلا عند الرابط الأدبية التي شارك الشيخ محمد علي العقوب بمشاركة فعلية في تأسيسها لا يبقى إلا أن نقول أنه أنه ألف عددا كبيرا من الكتب بعضها نشر وبعضها ينتظر وكتبه ودواوينه تنم عن ثقافته الواسعة كثب موسوعة كاملة في تاريخ أو في تراجم أدباء الحلة سماها البابليات يقع في أربعة مجلدات وقد طبعت كتب موسوعة في أشعار أو في تراجم أدباء مدن عراقية أخرى كتب كتابا مع الشريف الرضي في ديوانه يعد نموذجا للنقد الأدبي الدقيق يعني المستوعب الرصين نموذجا لهذا النقد مع الشريف الرضي في ديوانه ومن ناقش في هذا؟ كبار من أحد أعظم شعراء العربية يعني الشريف الرضي وكان يعني أبدأ في هذا الكتاب قدرة بالغة على مناقشة وتأملي واستكشاف مكامل الإبداع في شعر الرضي كتب مثلا يعني كتب تعليقات ونقدات على كتاب أصدره بعض الأدباء أيضا الكبار في تاريخ الأدباء الحلة يعني كتب في تاريخ الحلة ونقد كتابا آخر في هذا الموضوع كان الرجل يكتب وتعجب أين وجد الوقت الكافي لأن يقوم بكل هذه الأعمال انصرف إلى كتابة مقالات كثيرة وإلى كتابة يعني كتب مهمة يعني ربما نذكر منها كتب كتاب أو نشر دواوين لبعض الشعراء كتب تعليقات وسماها ومؤاخذات يعني نقود مثلا لديوان الشيخ كاظم الأزري لمؤاخذات على ديوان جعب الخزاعي على ديوان الصاحب بن عباد أبدأ في كل ما كتب هذه المكنة الفريدة في نقد الشعر والوقوفي واستكشافي مكان من الإبداع فيه أعزاء المشاهدين يعني لا يبقى لنا إلا أن نذكر بخير هذا الأديب الشيخ المثقف العالم المجاهد الشاعر المناضل الذي ألهب شعره في عصره ليس أبناء وطنه فحسب وإنما أبناء أمته كلها من محيطها إلى خليجها الذي لم يقتصر على موضوعات محددة وإنما تناول القضايا القومية بدءا من نضال الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي والمغرب ووصولا إلى ثورة العشرين المشاركة في ثورة العشرين بيده بسلاحه وبقلمه وبنبرات صوته حينما كان يثير العشائر لخدمة هذا القرآن إلى حديث آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة